السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا وياهل وسهلا بكافة الأشخاص الرائعين المتواجدين معنا من بداية المساحة أرحب بكل إنسان بصفته وأسمه الله يحفظكم جميعا الشيخ ناصر الدكتور خالد طيفنا العزيز حياك الله أستاذ محمد راجية دكتور عدنان أبد الله ودي أذكر أسمائكم جميعا ولكن حفاظا على الوقت نبدأ مساحتنا بشكل مباشر لكن كل إنسان ما حل تقديروا احترام دائما الأشخاص اللي شرفونا في بداية المساحة نسعد بتواجدهم واهتمامهم لكل شيء يقدم من خلال وقف آيات إلى ما ضيفنا يكون موجود معنا ونبدأ المساحة متبقية على الوقت البداية تقريبا دقيقتين إلى ثلاث دقائق ودي كلنا نساهم في نشر رابط هذه المساحة بحيث ننشر الخير والمعرفة عنوان مساحتنا اليوم كيف نربي أولادنا على القرآن الكريم عنوان جميل وأنا أعتقد حتى لو في أشخاص معنا بعدهم ما تزوجوا أو ما رزقوا من الله سبحانه وتعالى حتى هذه اللحظة بالذرية الصالحة لا يمنع أننا نتعلم ونعرف ويكون عندنا إدراك ووعي عميق جدا نحو هذا العنوان كي نصنع أجيال رائعة تساهم دائما في إعمار الأرض بشكل جميل وراقي أرحب بك دكتور حالد حياك الله السلام عليكم يا أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك وكل من حضر ويحضر معنا إن شاء الله ويسلم علينا ذلك الله يجبر خاطرك شكرا على قبول الدعوة باسمي وباسم كافة الأشخاص الرائعين القائمين على وقف آيات نشكرك على قبول الدعوة وتواجدك معنا اليوم إثراء لنا وإن شاء الله دائما نكون يد واحدة في نشر الخير والمعرفة ونتعلم ونستفيد من بعض الله يحفظ إن شاء الله خلال دقيقة كحد أقصى نبدأ المساحة بإذن الله تعالى لكن ودي نعطي فرصة نغرد باستخدام رابط المساحة واستخدام أيضا هاشتاك ديوانية آيات كل شخص شرفنا في هذه اللحظة كل إنسان باسمه وصفته أرحب فيكم في مساحة ديوانية آيات حياكم الله جميعا دكتور حالد لعل وعسى نبدأ مساحتنا عنوان جميل كيف نربي أولادنا على القرآن الكريم أنا ودي دائما قبل لا تخوض في المحاور الأساسية ما هو السبب يعني خلينا نستهل حديثنا ما هو السبب الاحتمام في هذا العنوان وحرصكم على طرح محاور الأمر الذي يخص تربية الأبناء وبناتنا على القرآن الكريم لك المايك في نصف إلى أربعين دقيقة من نصف ساعة إلى أربعين دقيقة وإن شاء الله بعد طرحك يتم استقبال طلبات المايك أخوي باسم أخوي علي الطالبينغست إن شاء الله بعد الانتهاء من محاور الدكتور خالد يتم استقبال أي شخص فقط فيما يخص المحاور التي سيطرحها الدكتور خالد دكتور خالد حياك الله لك المايك تفضل الله يحييك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا بعدهم عصومة ولا يجعل منا ولا بيننا ولا تابعا لنا شقيا ولا محرومة حياكم الله جميعا وأشكر الله عز وجل على ما تفضل به وأنعم وسحل لنا مثل هذه اللقاءات التي نتدارس فيها أمور ديننا ودنيانا ثم الشكر لي وقف آيات على استضافتهم الكريمة ولك أخي الكريم ولمن الساق ولفضلة الشيخ ناصر الطامي الذي يتحفنا دائما بما وفقه الله عز وجل إليه من خير وافر وهو يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى ويدخله ويدخل إلى قلوبنا بصوته العذب الجميل نصر الله جل أن يبارك في الجميع وقفي قصير وذلك سأركز الحديث لا شك أن قضية التربية هي قضية هائلة وواجب عظيم جدا وليس أمرا ثانويا يمكن لنا أن نقبل أو لا نقبله نوافق عليه أو لا نوافق عليه هو أمر حتمي أوجبه الله جل جلاله علينا فحينما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تعرف مدى الأثر الخطير للتربية من جانب والوجوب العظيم الذي أوجبه الله جل جلاله سبحانه وتعالى مباشرة علينا نحن الذين نرجو أن نكون من الذين آمنوا رجالا ونساء الله قال قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم وغير خفي هذه الكلمات الشديدة في هذه الآية لتشدد على أمر التربية وأهميتها العظيمة وإذلك الإمام السعدي رحمه الله يقول فالأولاد عند والدهم موصا بهم فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوا فيستحقوا بذلك الوعدة والعقاب ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتربيتهم وإجبارهم على أمر الله وهو يشير إلى جوانب عديدة من أمور التربية هذا التربية مواجبة والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مسؤول وليس بعد ذلك المسؤولية أمر يمكن أن يناقش في قضية التربية فالتربية أصل عظيم دعوني معكم لتصور ذلك الشاب القارئ ونحن الآن في ضيافة آيات النبيل الذي عرف بصلاحه وتقواه سعد بن هشام بن عامر وابن عم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا أتى إلى عائش رضي الله تعالى عنها كما يفعل كثير من الصحابة بل كبار الصحابة يتعلمون منها في قصة تطول ولكن قال مما قال لها يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن وهذا الإجمال فصلته في أمثلة في هذه القصة الطويلة الماتعة من هذا نأخذ من أن التربية الأولاد على القرآن هذا هو الأصل لأن القرآن هو أصل شريعتنا والسنة الصحيحة وانظر حينما نقرأ في القرآن مواطن العلاقة الوالدية بين الآباء والأمهات وأبنائهم وبناتهم صور عديدة جدا ستجد علاقة والدية أب لبناتهم مثل شعيم ستجد علاقة والدية أب مع أولاده مثل يعقوب وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ستجد علاقة أب صالح مع أولاده كما ذلك الرجل الذي قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أو زعنيان أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي وهو كما يقال في منتصف العمر فأبواه موجودان وأبنائه موجودان وهو يرجو صلاح الأولاد ويرجو أن الله يمن عليه أيضا بتقبل والديه فكافأه الله سبحانه وتعالى بأنه من الذين قبلوا عنده عز وجل بعد الآيات هذه مباشرة تأتي حرقة الأب المؤمن الذي يريد أن يربي ولده على الصلاح والاستقامة فإذا به عتو جبار لا يقبل من والده فيحترق هذا الوالد ويلك آمن إن وعد الله الحق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين هذه الحرقة موجودة في قلوب كثير من الآباء وهم بين أبناء حاولوا في طفولتهم وفي نشأتهم أن يربوهم على الصلاح بل بعضهم رباهم حتى على حفظ القرآن ولكنهم تفلتوا من أيديهم وتأثروا بكثير مما حولهم من المؤثرات غير الإيجابية مؤثرات كثيرة وفتن تدور حولهم فإذا بهم يستجيبون لها وهنا تقع الإشكالية الكبرى في قضية التربية والتي أكد القرآن الكريم نحن ندور في هذه الجلسة العاجلة حول علاقة التربية بالقرآن الكريم لا أريد أن أذهب بعيدا عنها انظر قول الله عز وجل سبحانه وتعالى في آية أخرى حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وَلِتُصْنَعَ عَلْ عَيْنِهِ وَيُشِيرْ إِلَى مُوسَى هذا الإنسان الذي ولد في فترة عصيبة يقتل فيها الأطفال ثم تأخذه أمه فتقذفه فتضعه في التابوت وتقذفه التابوت وتقذف التابوت في اليم واليم يقذفه قذف في قذف في قذف ليبتعد عن ناظريها وتعيش ذلك الفراغ العاطفي الشديد أصبح فؤاد أم موسى فارغا ليصور المولى عز وجل الكبير المتعال الخالق العظيم يصور قلب الأم على ولدها إذا ابتعد عنها ولكن الله برحمة سبحانه وتعالى رده إليها ورده في قصة جميلة لماذا؟ قال الله عز وجل ولتصنع على عينه هذا الإنسان أنا أريد أن يكون له تأثير عظيم جدا في أمة ممتدة وكبيرة ولذلك لابد أن يصنع على عيني كيف يصنع على عين الله سبحانه وتعالى؟ في تعليق محكم قال صاحب التحرير والتنوير وقد اطلعت على عدد من التفاصيل حول هذه الآلة العجيبة وأنا أتأمل ولتصنعه ما قال صنعته؟ قالوا إنما ولتصنعه على عيني إذا ما الصنع هذا؟ فإذا به يقول الصنع مستعار للتربية والتنمية ولو أنه وقف هنا لكفا كيف أنه جعل التربية صناعا؟ ونعرف أن الصناعة ليست الخلق الخلق إيجاد من العدم ولكن الصناعة أن تحول شيئا إلى شيء شيء موجود مخلوق ثم تحول شيء آخر فإذا قال والصنع مستعار للتربية والتنمية تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة هو صنيعة فلان فكل منا صنيعة أبوي أو صنيعة من رباه أو صنيعة أستاذ له أثر فيه أو مرب تربى على يديه إذن قضية التربية تحتاج إلى مهارات وتحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نخرج في النهاية أو تكون مخرجات التربية تطيب بها الخواطر وتقر بها العيون وكل ذلك ذكره الله عز وجل في كتابه يمكن لا نجد تصبيرا لأثر الأسرة في تنشئة الطفل السليم أبلغ من التعبير الإله الرباني في قول الله جل جلاله والبلد الطيب يخرج نباته يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ما أشبه الأسرة بالأرض الخصبة الطيبة والتي تنبت أطفالا ذوي طباع خيرا نقية ولذلك في آية أخرى يقول الله عز وجل وأنبتها نباتا حسنا أنبتها يعني أن الطفل كالنبات ينبت ويحتاج إلى رعاية هذا النبات مهما كان قويا إلا أنه لو ترك لمات وفهو يحتاج إلى تعاقد مستمر فمن وفقه الله عز وجل لتربية صالحة نقية ومن أبوين رائعين أنذر زكريا لما جاء مرة إلى مريم الطهرة المطهرة فوجد عندها رزقا عندها طعاما ليس من عادة هذا الطعام أن يأتي في هذا الوقت وهو لم يأتي به إليها وهو كافلها من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ هذا التربية القرآنية تقول لنا لا بد أن لا نغفل عن أولادنا وأن نسأل الولد أو البنت لما نجد عندهم جوال نجد عندهم مالا نجد الولد أي شيء تقول ولد وجدنا عندهم شيء من أين لك هذا؟ حتى لنعلم أن وكأن الآية تقول لنا الكريمة تقول لنا إن التربية الحق الناجحة هي التربية اليقظة التي لا تقبل أن يغفل صاحبها أبدا ولذلك ليس غريبا أيضا أن يمكن أن نشبه ما قاله الله عز وجل والذي خبث لا يخرج إلا نكدا بتلك الأسرة المنهارة في أخلاقها وفي سلوكها أشبه ما تكون بالأرض الهبيثة التي لا تنبت إلا نباتا قليلا أو سيئا أو أحيانا مرا شديدا قاسيا وكذلك يحصل حينما الأسرة لا تتقن جو التربية الصحيح والذي مثله الحبيب المصفى صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه الذي لم يضرب بيده قط كما تقول حائشة رضي الله تعالى عنها وهي أدرى الناسبة رضي الله عنها لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط ولا وليدا ولا امرأة ولا وليدا إلا أن يضرب في سبيل الله تلك النشأ أو ذلك النشأ يعيش آمنا ويعيش سعيدا ويعيش ذاكرا ويعيش أيضا بسلوك معتدل لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمته للأطفال وبحبه لهم لو رأى أحدا منهم مارس سلوكا خاطئا تدخل مباشرة لإصلاحه عمر بن سلام تطيش يده في الصحبة فمباشرة رسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبره ويعلمها هلام بسم الله وكل بيميك وكل ما يليك عمر بن سلام وكذلك قل مثل ذلك لما رأى الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضع في فمه تمرا من تمر الصدقة وطفل لا يعرف فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كخ كخ ويخرج التمر من الفمه ألا تعلم أننا معشر الأنبياء لا نأكر الصدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن هذه التربية هي التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أولاده وبنينه وابناه وبناته على القرآن وعلى الذكر ومع ذلك لو رأى الفرصة لتأديبهم ولتعليمهم ولم يتأخر صلى الله عليه وسلم ولا لحظة واحدة التأديب والتربية مباشرة يكون مباشرة وليس فيه تأخير ولا تأجيل ومن أكثر ما ورد من وسائل التربية الناجعة في القرآن الكريم الدعاء فنحن بشر حينما نمهر في التربية ونقرأ مئات الكتب ونحظر عشرات البرامج ونكون ماهرين كل هذا هو الطاقة البشرية التي قد تصيب وقد تخطأ وقد تصل إلى مبتغاها وقد تخيب ولا تستطيع أن تصل لكن القدرة المطلقة هي قدرة الله عز وجل ولذلك يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى فنظر للأنبياء على عظم تربيتهم لأولادهم وإذ قال إبراهيم ورب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يحمل هم أولاده أن يبقوا على عقيدة صحيحة سريمة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك جعلنا مسلمين لك هو وابنه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وكل ما نحن فيه من الخير والإيمان والهدى والصلاح لمن شاء الله عز وجل له منا من أثر تلك الدعوة العظيمة التي دعا بها أبونا إبراهيم وكان من ذرية إسماعيل لبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذه الآية نأهديها لكل الذين حولوا علاقتهم بأولادهم في البيت لمعارك دائمة طاحنة يوميا ليس هناك هدوء ويظنون أن التربية هي هذا الصخب الذي يمارسونه مع أبنائهم وبناتهم التربية هي هذه الآية الكريمة قرت أعين التفتت هذه العين إلى الولد وقت الصلاة رأته يصلي التفتت عيناء الوالدين لهذا الولد وقت المذاكر رأوه مذاكر ارتفتت إليه وقت المرح وقعه يلعب سعيدا وقت الأكل وقعه يأكل بسم الله ويحمد الله إذا انتهى قرت عين المؤمن أن يرى زوجه وولده يطيعون الله تعالى هذا ما قاله الإمام القرطبي والإمام الحسن وغيرهم إذن هذه التربية هي التربية التي تورث سعادة لا تورث شقاء ولا تورث بيتا محروما ولا بيتا مليء بالتعاب والهموم أبدا هو مليء بقرة العين بالسعادة الابتسام لا تفرق محياهم وإذا مرت بهم سحابة حزن ومصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فيخلط الله عليهم خيرا يفرج عنهم هؤلاء الذين تربوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أسعد الناس ولذلك يظل الدعاء من الأمور التي لا بد أن يكون معنا جائما وجدت وأنا أبحث في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل سلوك بعض الذين تصلوا إليه أخطاؤهم وجدت أنه يعمل بأربع خطوات الدعاء واحدة منها الخطوة الأولى يتقبلهم كما هو الأمر الثاني يخاطبهم ويحاورهم بلطف ويستنطقهم ويجعلهم هم الذين يعترفون بأخطائهم والثالثة أنه يماسحهم وهذا من عالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسحه على صدر يمسحه على رأسه يمسحه على خده وكان هذه من عالته ما لقي أحدا من صحابته كما قال أحد الصحابة في الحديث الصحيح إلا ما سحه ودعا له وهنا ما نقوله الآن التطبيق القرآني للتربية نجده في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد يختم هذه الثلاثة الخطوات بالدعاء والدعاء الملهم اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبا يقول للغلام الذي كان يرمي اللهم أشبع بطن وقل مثل ذلك في حلد من الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم فيها وسائله الناجعة للتربية والتعليم بالدعاء بل أحيانا ستعجب حينما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ ومعاذ تعرف من قراء الصحابة ومن علمائهم يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك لا تدعنا أن تقول دبور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبالتي خلونا نرجع مرة ثانية إلى القرآن الكريم لنجد أن من وسائل التربية في القرآن الكريم الوعظ المباشر وهذا يتكلم عن كثير من الناس حتى جعلوه غير صحيح معاذ الله هذا ورث القرآن الكريم فالوعظ المباشر مفيد لكن يكون وعظ مركز وعظ مطول حتى أن بعض الأولاد يقول أبويا إذا وقف يوقف حتى ما يدر يقعد من الغضب يمكن ربع ساع يعيد علي الخطب اللي يرددها كل مرة ولذلك لا يتأثر الولد لكن تعالي هذا الوعظ العظيم وإذ قال الوقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم يعني أخذ صدر واحد قضية العقيدة ثم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وه وفصاله في عامين أنشكر لي ولي والديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعمرون هاتان لا يتان فيهما الطريقة أو يعني بيان للعلاقة التي تكون بين الولد ووالده فإن كان مسلما مؤمنا ذكره بأن يشكر له وليشكر لله عز وجل ولوالدي وإن كان كافرا وجاهده على الشرك أو جاهده على المعصية أمره أن يصاحبه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة وبعد ذلك تأتي التربية الرقابة وما أحوجنا اليوم إليها وأولادنا في أيديهم هذه الأجهزة يعملون معها ليلا ونهارا ويعتكفون عليها بل يكاد الواحد منهم يسقط الجهاز على وجهه قبل نوم من شدة تمسكه فإذا بلقمان يقول يا بنيا إنها إن تكن مثقال حبة من خردل مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير انتهى درس الرقابة يعني يا لقمان يا ابن لقمان لا تظن أن شيئا سيخبى عن ربك سبحانه وتعالى ليس هناك خبيئة عن ربنا عز وجل كل ما تعمله سيعلمه الله عز وجل بدبون ما يتكلم في تفاصيل كثيرة كما يقول أحد السلف لولده دراءه على أمر لا يحسن يقول له إن الله يراك إن الله يراك ثلاث كلمات بس لو تعلمنا أيها الأحبة والأخوات الفاضلات لو تعلمنا هذا الدرس العظيم وهو اختصار الدروس اختصار الموعظة تركيز الموعظة أحيانا يحصل عندنا شيء غريب جدا يعني تعرفون الشؤون اتهام يعني تتحول التربية إلى مجموعة من الاتهامات وتلقى الولد يحترق والبن تحترق مظلومة ليس صحيح هذا الكلام الذي يقال عنه ومع ذلك يصر الأب وتصر الأم على هذه القضية حتى حدثت وهذه حالات بين يدي إلى الآن في معالجاتها حتى تتحول يتحول البيت إلى عداوة يعني تعادي يعادي بعضهم بعضا لماذا لم يأخذوا بهذه التربية القرآنية العظيمة شوفوا الآن هل هناك أعظم من الصلاة شوف كيف يا بني أقم الصلاة خلاص انتهى درس الصلاة قم صل أقم الصلاة طيب والدرس الآخر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لا يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا الله جل جلاله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذا أصل من أصول الإسلام العظيمة كاد أن يكون أن يكون أكلا واصبر على ما أصابك لأن الأمر المعروف النهى عن المنكر لا بد أن يأتي ما يؤذي فمطلوبا من أن يصبر إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر ثم انتهت هذه القضية تأتي قضية أخلاقية ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصواف إلى صوت الحمير حتى ينفره من ودى الأسلوب الأسلوب أيضا مضى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في تنفيره من بعض السلوك يعني لو أخذنا وقفات سريعة على هذه الآيات أولا انظر للاستفتاح الجاذب يا بني والله إن بعض الأولاد ذكروا إناث يقول لي أن أبي أسمى يناديني باسمه يناديني بأقدر الأسماء كيف هذا الولد سينفتح قلبه لك وانت نتيبها الطريقة بينما لقمان يقول يا بني حتى ما قال يا ولدي حتى قال يا بني معروف التصغير هذا للتحبب والجذب والتودد يا بني وإذا كان أريدك يحب أنك تقوله باسمه قل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ وإن كان ابنك يحب بالكنية قل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير كنه المداء الجميل يفتح الله به قلب لابنه لما يريد والده أن يصبه فيه من العلم والحكمة والخلق الحسن ثم أنظر كيف أن لقبان عليه السلام تدرجة بالأولويات أول شيء التوحيد والعقيدة وأنا أقول لكم بكل وضوح صراحة انتبهوا لعقائد أولادكم من أولادكم الآن دون أن تشعر بدأ يؤمن بالأبراج وبدأ يؤمن بأشياء غيبية ليس مما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان بها وليست بالعقيدتنا نهائيا وبعض الآباء والأمات والله لا يعلمون عن هذه القضايا بل لا أريد أن أفجعكم أن هناك من شكى إلي أن ابنه وصل للإلحاد وأعلن إلحاد ابوه شاب صغير قلبه خالي من العلم وضعيف الإيمان يأتي سؤال من هذا وذاك يهز كيانا لأنه لا علم له يدفع به شبهتها هذا الإنسان سيء العقيدة أولا الأمر الثاني بر الوالدين وهو نهج قرآني أقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ومكرر في القرآن الكريم ولكن لأن الذين يستمعون إلي آباء وأمهات فأقول لكم أعينوا أولادكم على بركم بعض الآباء والأمات لا يعينوا أبنائه على بره ويكون على العكس من ذلك تصلني قصص حقيقة ليس جيدة نعم نقول لكل ابن وأبن يسمعني الآن عليك أن تبر والديك ولو كان عاصيين ولو كان قاسيين الله أمرك بأن تصحبهما في الدنيا معروفا ولو كان كافرين فكيف وهم مسلمان إذن علينا طيب ماذا كيف أعالج قضية والدي وإهاناته لي وهناك الحمد لله مراكز إرشاد أسري موجودة متوفرة وتقدم خدماتها مجانا لك فعليك أن تذهب وتعالج مشكلتك مع والدك الثبات وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعوهما وهذا التربية لهذا الولد على الثبات وجاءت في سياق لقمان مع أن لقمان رجل مؤمن ولكن جاءت في السياق هذا اللي تكمل لنا الأولويات في التربية والأولويات في التربية إلى الآن يعني لا تقول ولدي مسلم خلاص ولديك مسلم بس قد هذا الإنسان المسلم يضعف وقد يفرط في أمور عظيمة يعني الآن قضية الصلاة عند بعض الناس مأساة في البيوت وسأقف معها وقفة إن شاء الله مأساة فعلا حقيقية بل يعني بعض الأبناء يعني لم يبقى لهم من دينه إلا شيء يسير سبب ما السبب هو أن الأب والأم شغلوا وأغدقوا على أولادهم بالأمور الدنيوية وغادروا الجوالب المهمة جدا وهي علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى والثبات إنما يأتي من الصحبة الصالحة ولذلك قال له واتبع سبيل من أناب إلي شوف كترها كل كلام هذا فيها يمكن كم سطر تقريبا يمكن سبع أسطور أو ثم أسطور يعني أو تسع أسطور كل هذه الوصايا تسعة أسطر فإذا به ينبهه على الأهمية البالغة لمن للأصدقاء وكنت قد ترحت مرة أطروحها أصدقاء أولادنا ولا نحن أقرب إلى قلوبهم للأسف عدد من الذين علقوا بس على العنوان فقط معني ما طرفت استطلاعا قال للأسف أصدقاء أولادنا أقرب إلى قلوبهم منا لقمان يقول واتبع سبيل من أناب إلي الرقابة طبعا هذا كلام كلام الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات الكريمة الرقابة الذاتية إنها إن تكون ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة وأشرت إليها الصلاة أقيم السلام معروف والصر على الأذى والأخلاقيات العظيمة مثل التواضع وغض الصوت هذه الآيات اجتملت على التربية العقدية والأسرية والخلقية والذاتية والاجتماعية وبناء العلاقات أيضا بطريقة أهمنة من أيضا وسائل التربية في القرآن الكريم والتربية على القرآن تكرار الأمر حتى يصبح هذا أسئلة كثيرة كثيرة جدا على مدى سنوات يعني كيف أخلي عيالي وبرحون يصنون بدون ما أقول لهم يعني إذا كان الأنبياء يأمرون أولادهم بالصلاة باستمرار يعني الله عز وجل يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا النبي وكان يأمر أهله بالصلاة ما قال أمره قال يأمر يعني فعل مضارع يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وفي الآية الأخرى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقة أمر أهلك بالصلاة وهذا الآية أمر بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب خلص أمرهم مرة وانتهى الموضوع لا وأمر أهلك بالصلاة التذكير بها طيب نأتي إلى علم الأخلاق يعني أحد حلماء الأخلاق يقول التربية بصفة عامة تعد تنمية ورعاية لكل جوانب الإنسان طبعا تنمية في الجوانب الأخلاقية في جوانب النفسية ورعاية للجانب الجسدي غالبا لكل جوانب الإنسان سواء العقلية والنفسية والمجدانية والجسمية أو الخلقية وفي جانب التربية الخلقية ولكي يكون الخلق الجيد راسخا في النفس فإنه يجب تكراره حتى يصبح عادة وذلك بالتدريب ولا يكون ذلك إلا بالتربية إذن يجب أن لا نمل وإنما نقدم هذه الأوامر بطريقة لطيفة يا حبيبي قم نصلي يا بنتي يا حبيبتي يومي يقم نصلي تتقبل منك ابتسامة عريضة صحيم صلاة الفجر السلام عليكم صباح الخيرات كيفكم اليوم أموركم شاء الله طيبة يلا نقم نصلي كان ولد يروح معاك أو ابن وكانت ابنة تصلي في البيت في وقتها تذكرهم ببعض الآيات الكريمة حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تذكرهم بالحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وطبعا صلاة الفجر وأخذت حظا عظيما جدا من الآيات ومن الحديث النبوية عليك أن تستوهر بعضها لتذكرهم ثم نأتي أيضا من التربية القرآنية الأذاب الاجتماعية داخل المنزل طبعا نقفز الآن ونأخذ فقط شذرات من هذا الكتاب العظيم يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات محدد بالضبط من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض وانظر أيضا في الآيات التي تكلمت عن دخول البيوت وعن السلام وعن القرآن الكريم مليئ ولذلك يجب أن نتعامل مع هذا الكتاب العظيم من كل الوجوه سنجد ما يشبعونها طيب ما أثر حفظ القرآن الكريم في التربية مما هو ظاهر في حياة المؤمن ولا يحتاج إلى أن نأتيه بدراسات وإن كنت سأذكر لكم بعض الشواهد ولكن لا يحتاج إلي أن القرآن ما خالق شيئا إلا باركه وما كان في شيء إلا باركه والبيت والقلب الذي ليس فيه القرآن كالبيت المهجور كالبيت الخريب وبات من المتواتر عند الناس عن أهل القرآن أن كثيرا من المبدعين والأوائل في كليات الطب والهندسة والكليات العلمية والشرعية هم من حفظة القرآن الكريم وعندي عشرات الأمثلة بل لو استقصينا وجدنا مئات وألوف وهذا واضح بالتعليم العام كذلك كنتم ثانوي ومتوسط والابتدائية والعلم من الأخبار الجميلة الأخيرة ما حصل عليها الطالب بلال نافع الحجيلي أنا والله لا أعرفه ولكني فرحت فرحا عظيما له وهو قد حصل على المركز الأول على مستوى الملكة في مسابقة الكنغارو والمركز الأول على العالم في الحساب الذهني كرمه مشكورا سعادة مدير عام التعليم المدينة مورة مع من حققوا إنجازات متميزة على المستوى الوطني والدولي وكرم حتى أولياء أمورهم هذا الشاب هذا هو أحد محافظة كتاب الله الكريم بإحدى عشرة رواية عمره كم ثلاثة عشر سنة فقط والأمثلة كثيرة يعني القرآن ما أشغله والقرآن ما أخذ وقته عند راسته ولا بالعكس تبارك بارك الله عز وجل يعني ببركة هذا القرآن الكريم لأن الله قال أن هذا كتاب مبارك كتاب مبارك فمدام مبارك يبارك الله به ما يشاء سبحانه وتعالى في أيضا ذكر لي أخ الكريم العالم الكبير الأستاذ الدكتور عبدالله الجغيمان وهو عالم موهبة المعروف على مستوى العالم وهو عضو مجلس الشورى لعدة دورات في بلادنا السعودية أقر الله عيوننا بأمنها وأمانها وإيمانها وجعلها الله عز وجل آمنة مطمئنة يقول أنه أجرى بحثا اشترك معه فيه علماء روس من جامعة موسك وبروسيا وعلماء أمريكيون من جامعة يل في أمريكا طبقوا الدراسة كما يقول لي هو على سبعة آلاف وخمسمائة طالب طالبه هنا في المملكة العربية السعودية قاسوا قدرات الذكاء في أربع قدرات الذكاء العام والذكاء التحليلي والذكاء العملي والذكاء الإبداعي ثم قاسوا المؤثرات الخارجية التي من خلال الأنشطة التي يقوم بها يعني ماذا يصنعون في المساء من أصحابهم أين يذهبون نوع المدارس الرياضة ألعاب الكمبيوتر مستوى الوالدين التعليمي يعني متغيرات متعددة ثم بحثوا انتبهوا لي عن أعلى المتغيرات ارتباطا وأثرا فوجدوا أن أعلاها على الإطلاق دخول الطلاب لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساء ختم لي كلامه هذا ما ظهر لنا من هذه الدراسة لا تنسوا أن الذي قام بهذه الدراسة مسلم دكتور عبدالله الجغيبان وروسي يعني عالم روسي وعالم أمريكي وهذه الدراسات يعني رقمية ومشاء الله يعني العينة سبعة آلاف خمسمائة أيضا حفظ القرآن الكريم له أثر في الصحة النفسية أثبتت عدة دراسات علمية جديدة التأثير المذهل لحفظ القرآن على الصحة النفسية والجسدية لمن يحفظه أكدت هذه الدراسة بأنه كلما ارتفع مقدار حفظ القرآن الكريم ارتفع مستوى الصحة النفسية وحتى أن الباحث يعني حدد تعريف الصحة النفسية بأن الحالة التي يتم فيها التوافق النفسي للفرد من خلال أربعة أبعاد البعد الديني أو الروحي هذا واحد والبعد النفسي ثنين والبعد الاجتماعي ثلاثة والبعد الجسمي أربعة يعني أبعاد الإنسان الإنسان تكوّم من هذه الأشياء القرآن يؤثر فيها كلها دراسات أجريت أيضا عندنا أدت إلى نتيجة تؤكد دور القرآن الكريم في تنمية المهارات الأساسية لطلاب المرحلة الابتدائية والأثر الإيجابي لحفظ القرآن على التحصيل الدراسي لطلاب الجامعة وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين ارتفاع مقدار الحفظ وارتفاع مستوى الصحة النفسية لدى مجموعات الطلاب التي تمت عليهم الدراسة بعض الناس يقولون الدراسة موجودة في الإنترنت ويمكنك إذا انتهت هذه المساحة أن تعود وترى نتائجها بشكل نفصل أكثر لأن الوقت لا يسمح لي أن أقرأ كل هذه الآثار الرائعة جدا وخاصة في الصحة النفسية المؤثرة على شخصياتهم تمتعهم بمستوى عالي من الصحة النفسية وأكثر من غير طيب الآن كيف إلاقتنا بالقرآن الكريم كيف يعني في بيوتنا ما أجمل أن يكون البيت بيت قرآني بيت قرآني يعني مرتبط بالقرآن الأب والأم والأولاد كلهم يحفظون القرآن أو يحاولون أن يحفظ القرآن وبينهم تسميع مع بعض وتذكير أيضا وكل يوم كذا يجي الأبي آية كريمة ويشرحها لأولاده ويبين ما فيها من معجزات عظيمة وتأثير عظيم أو يذكرهم في الوقت المناسب بآية كريمة تربي فيهم أمر من الأمور إما في الجوانب العلاقة بربنا سبحانه وتعالى أو حتى بأمر من أمور الدنيا دائما إذا أردت ولدك ذكرا أو أنثى إذا أردت ولدك أن يتأثر بشيء أو أن يتغير لا بد أن تتأثر أو تتغير أنت ابدأ بنفسك دائما أولا حبك للقرآن الكريم لا بد أن يظهر أمام أولادك أن تعذر عنه والله في يوم من الأيام والله يمكن لا تقبل هذا مني ولكن يوم من الأيام أعطيت زوجتي كتابة يمكن أربعمائة صفحة في التربية قد تلقائي فجزاها الله خير قرأته وكانت تراوح بين القرآن وبين هذا الكتاب ما اخترت الكتاب أنا اخترته لك هي تقرأ يعني بين الفين وفين أخذت القرآن الكريم واحتضنته وقالت أرجع إلى حبيبي والله يأثر هذا كثير في خاطرين أثر كثيرا يعني شوف لما تتحول علاقة الأب أو الأم بالقرآن الكريم الحب حب عظيم يعني يسعر الإنسان بالسعادة الغامرة لما يقرأ القرآن الكريم يسعر بالوحشة لو أنه انشغل عن بأي شيء تعظيم القرآن مما الأولاد يعني وجدت القرآن في مكان أنا قرأت على يعني أحد العلماء الكبار وكان كثيفا فظن أني وضعت على القرآن شيئا يعني لا يراني فظن أني وضعت على القرآن شيئا ما أدري كيف يعني هذا الإحساس فقال لي لا تضع على القرآن شيئا القرآن يعلو ولا يؤلع عليه فالله يا شيخ ما وضعت عليه شيئا لكن درس هذا الكلام سمعته عام 1414 نحن الآن في 1444 تخيلوا 30 هذا الدرس هذا الدرس القوي وصل إلى نفسي إذن المربي يستطيع أن يترك فيك أثرا لا يستطيع أن يتركه بالكلام دائما وإن كان الكلام مؤثر ولكن يتركه بالفعل إذن اربط ولدك بحفظ القرآن الكريم وبحلقات القرآن لكن نظم له الواقف وعلى خطة واضحة تلطف معه واحزن في التطبيق ولكن لا تجعله يكره أن يحفظ القرآن الكريم وقد حدث هذا لا بد أن نحدد وقت أساسي للقرآن الكريم ما عندنا ما في شيء اسمه إجازة عن القرآن الكريم ممكن نخفر نعم في يوم الإجازة ولكن لا يمكن أن نعطي أنفسنا إجازة كاملة عن القرآن ويغفر لنا تقصيرنا أيضا الدعاء أن الله يوفقنا ويكتبنا من أهله وخاصته جميل وأختم بهذه العبارة أن يكون لنا في بيوتنا تدارس للقرآن الكريم يقول رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مرور ما مسلم لا تجعل إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقاءة يعني يقرأ القرآن يقرأ وما أجمل تعبير ذلك الداعية الذي يمكن سمعناه كلنا فيما تنقله الناس ويقرأ آخر سورة المزم العلم أن سيكون منكم مرضى وآخر يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخر يقاتلون سبيل الله اقرأ القرآن على أي حال وفي أي وضع إن كنت المهم أقرأ ما تيسر من القرآن تخيلوا أننا أعقدنا درسا في البيت ولا قرأة ومع بعض وأذن الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ما يعطي الذين يجلسون في المساجد مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده جميل أن نرفع دائما شعار أن نحن ينبغي أن نربي أنفسنا وأولادنا على القرآن الكريم والقرآن الكريم دون شك إذا داخلنا تنجد بركة في صحتنا في عافيتنا بل تطرد الشياطين من هذا البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى كلنا نرى الآن ونشاهد البيوت التي تتفكك بالعشرات يوميا امتلأت بعض البيوت بالمنكرات وخلت من الطاعات إلا قليلا وهذا لا شك أثرا في كثرة وجود الشياطين وهجرة من القرآن الكريم بينما تركة البيوت القرآنية هي بيوت تتمتع بعافية وصحة وأمان نفسي بل وتتمتع أيضا بروابط قوية نسأل الله جل الأنمعيننا وإياكم على أن نكون من أهل القرآن ومن أهل الله سبحانه وتعالى وخاصة إنه سميع مجيب الدعاء اللهم أمين يا رب العالمين شكرا جزيلا دكتور خالد تعلمت أنا شخصيا كمحاور وشياء كثيرة صلى الله نكتب أجرك وأسأل الله أن يعمل نفع على جميع المستمعين ومستمعات الكرام وإن شاء الله دائما نساهم في الإتقان في عملية التربية أنا في نقطة بس ودي تؤكد عليها مرة ثانية حينما تفضلت وذكرت أن أي ابن أو ابنة يواجه مثلا قسوة من الأب ودي فقط تؤكد على فكرة أثناء توجههم للمراكز الاستشارات الأسرية أنه هذا الأمر ما فيه شيء من العداوة بين الأب والأم لأن البعض آخذها بمنطلق أنه جايسين نشجع أبنائنا على أنهم يعادوا آباءهم فهذه نقطة حساسة والمساحة ما شاء الله العادت فيها كبير فودي بس توضح الفكرة بشكل أدقي إذا سمحت لي والله أستاذ حسام ما سمعت أستاذ حسام صوتك تقطع وما سمعت السؤال بشكل جيد ما دي عندي ما فيه إشكال نعم أبعيد المداخل أمرة ثانية بس أكدوا لي من خلال هذه الإشارة المستمعين الكرام هل كان صوتي واضح لكم أم الأشكالية عند الدكتور حالد أبو أتأكد المشكلة عندي أو عند الدكتور حالد الآن صار الوضع أفضل الآن واضح دكتور الآن أحسن جميل ذكرت دكتور إذا كان فيه ابن أو ابنة يواجه مثلا قسوة من الآباء أو سوء معاملة إلا ما الأبناء يتجه إلى راكز الاستشارات الأسرية صحيح صحيح في البعض البعض يأخذ هذا الأمر على محمل أننا نشجع على نشجع الأبناء على أنهم يعادوا آبائهم وأمهاتهم وبعض الأبناء يعتقد أن هذا فيه التعدي فودي فقط نوضح سلامة هذا الفكر وما هي نتائجه كي لا يؤخذ علينا بطريقة سلبية أو تفهم بطريقة خاطئة نقطة حساسة نوعا ما والعدد كبير في المساحة أود توضح المقصد منها لأن أنا من الناس الذي يتضامن مع هذه الفكرة وأشجع عليها لأنها تساهم في تربية سليمة ومتزنة وخلق جيل عنده اتزان عاطفي ونفسي ومعرفي وإلى آخر فأود تؤكد عليها مرة أخرى أحسنت طبعا الشورى الله جل أمر بها حينما قال وشاورهم في الأمر وهذا موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإستشارات الأسرية موجودة من ذاك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى استشارات أسرية مثل يعني بريرة وغياث على سبيل المثال خولة مثلا أكثر منه وهو استشار لما وقعت حادثة الأفك استشار أكثر من شخص من الصحابة رضي الله وتعالى عنهم فهذا أصل في قضية الاستشارات أما العلاقة مع الوالدين فأيهم أفضل أن يبقى هذا الأب إذا افترضنا أن هذا الأب يتعامل مع والد من أولاده فيما يراه الولد ظلم وتقصير في حقه ويبقى الوالد يأثم على هذا الأمر ولا من البر أن يخرج الولد والوالد من هذه الأزمة ويعودون إلى الصفاء مما يمر علي من الحالات الأسف الشديد أن الأمر يصل بعد فترة إلى قطيعة ثم ما الذي يحدث لما ينقطع الابن عن أبي أو البنت عن أبيها يستقل فإذا استقل أصبح مرمى لأهل الفساد والسو والصحبة السيئة ولذلك نشجع دائما إلى الاستشارة والعودة إلى أهل الاختصاص حتى نرجم هذه الهوة طبعا لما يذهب ويستشير بل هو ذلك الولد البار بولدي ذلك المحترم لهما لا يرفع صوت عليهم ولا شيء يعني تمر علينا حالات والله لا أريد أن أأخذ وقتكم المهم يعني ذلك الولد الذي جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهي حادثة مشهورة جدا لما شكله ما فعله به يعني والده والده عذره وقال عققت ولدك قبل أن يعقك لا بأس أبدا وأنا أشجع على هذا لحل أزمات التي لا نستطيع أن نحلها مع بعض طبعاً الخطوة الأولى أن نحلها مع الأم بشرته ما استطعنا نشوف الأقارب اللي حولنا ما استطعنا اللجوء إلى مركز رشاد أسري مش لجوء إلى قضاء أنا ما شكيت على والدي أنا رحت عشان ألقي حل عشان أرضيه حتى أعود مرة أخرى إلى رضاه وإلى كنفه جيم شكراً جزيلاً على هذا التنويه دكتور خالد إذا تسمح لدكتور متبقع المساحة ما يقارب ثلث ساعة كحد أقصى نأخذ طلبات القسط طلبات المايك أرحب أيضاً بالشيخ ناص اللي قطان يفضلت الشيخ إذا وقتك يسمح وإذا نسمعك وأيضاً أرحب بسمو الأمير الدكتور خالد نورتنا في مساحتنا وإلى وقتك يسمح نأخذ مداخلة من قبلك حول عنوان المساحة إلى ما أقبل القسط يا جماعة نحاول نرسل أسئلتنا حول النقاط اللي تفضل به الدكتور على الخاص يكون أفضل اللي برفعهم معي يليت مداخلتنا تكون دقيقة جداً حاول ما تفضل به الدكتور خالد في نصف دقيقة حيث نأخذ أكبر عدد ممكن من المداخلات إلى ما أرفع قسط كان فيه عندنا عادة في ديونية آيات في رمضان ننشر حملة موجودة في منصة إحسان فتسألت نفسي سؤال ليه فقط الحملات الخيرية والدعم الخيري يكون فقط في رمضان ليه ما يكون في أيامنا العادية فلأهل الخير في رابط موجود فوق أنا رفعته تلقوا تغريدة في شهر الخير خلوا وقفتنا غير مع المعسرين المتعففين من خلال خدمة تيسرة الخاصة بمنصة إحسان تلقوا في هذه التغريدة الرابط لونه أزرق اضغطوا عليه طبعاً منصة إحسان هي منصة وطنية للأمل الخيري تأسست بالأمر السامي الكريم تسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه فتبرعوا بعشرة بعشرين ثلاثين لأسرهم بحاجة فعلاً إلى وقفة مجتمعية وأكون شاكر ومقدر لكم على تعاونكم طيب نبدأ مع الدكتور عدنان شكراً جزيلاً دكتور خالد وجودة كل يوم بالنسبة لنا سعادة وهمتكم في التغريدة اللي موجودة فوق واللي ما عنده القدرة على التبرع أو تبرع قبل لا يجينا أو سوى خير الريتويت لهذه التغريدة أو رابط الحملة يعتبر ساهم معنا في نشر الخير والمعرفة دكتور عدنان أحياك الله ومدخلتك حول ما تفضل به الدكتور خالد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله مساءكم دميعاً بكل خير شاكر أخوي حسام اللي تاح وأشكر دكتورنا وقدوتنا الدكتور خالد الحليبي على ما أتاح به وما عرض به من كلام يعني عظيم جداً في القرآن وأهمية تربية التربية الأسرية عليه حقيقة لا أريد أن أضيف كثيراً فشيخنا ودكتورنا أبدع فيما قال لكن أحب أن أؤكد على نقطة واحدة فقط ألا وهو تدبر القرآن الكريم حقيقة أحياناً أولادنا يعني يدخلون حرقات التحفيظ ويشاركون ويحفظون عدد من الأجزاء لكن الجلسات التدبرية مهمة جداً في البيت الأسري حقيقة كتابنا نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته عندما تقرأ تفسير آية أو تفسير من الصورة القصار عندما تربط أنت أيها الأب أيها الأم بعض الآيات القرآنية بقصة مرت في الواقع أو بآية كونية ظهرت أمام العيان فهذا يكون فيه ربط كبير جداً وحقيقة يعظم هذا الأمر في قلب ذلك الإبن أو البنت فيتمسك بالقرآن أكثر ويحرص عليه أكثر هذا معرض فقط المشاركة به شاكر ومقدر لكم شكراً جزيلاً دكتور عدنان دكتور خالد في عندك أي تعقيد مع دكتور عدنان بالتعقيد جزيلاً وشكراً لكم دكتور عدنان وجزاك الله خير على هذا التنوية المهم لأن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والحقيقة بتجارب يعني مقصر وجدت أن لما أحذر بشكل جيد لمقطع من القرآن الكريم خاصة القصص القرآني ثم أتحدث في أجد يعني أن الأثر كبير الالتفاتات قوية والمطالبة أحياناً بتكرار هذا هذا المحذر مرة أخرى وهذا يدل طبعاً على يعني تقصيري أنا أقول إذا يا ليتني يكون عندي مجلس مستمر في قضية تثبر لي ولأولادي والحقيقة أنا أدعو بالفعل الجميع أن يأخذ بهذه النصيحة من الدكتور عدنان الجابري ولنبدأ هذا الأمر والجميل أنك أنت تحضر قبل لأن بالمناسبة دروس البيت يصعب فيها الاستماع والقراءة يعني لو جلست أن نقرأ في كتاب ليس كل البيوت عندهم هذه الطاقة والنفس لكن أنا دائماً أرى أن دروس البيت تحتاج إلى تحضير من قبل أما الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو إحدى البنات اللي عندهم قدرة على الإلقاء وأيضاً نشاركهم يعني لماذا مثلاً هذا التدبر القرآني نطلب من أفراد البيت أيضاً كل واحد يحضر لنا مقطع يوم على القهوة ولو عشر دقائق نحددها بس عشر دقائق أتوقع أن سيكون في تنافس إن شاء الله في تدبر القرآن الكريم وهذا أيضاً يحب كتاب الله عز وجل أكثر جميل جداً شكراً دكتور خالد طيفنا العزيز وأيضاً الدكتور عدان الممتلك أستاذ علي أستاذي الفاضل علي موجود طيب شيخ عبد الله تفضل مداخلتك شيخ عبد الله أنا ورث المساحة أه تحياك الله السلام عليكم تفضل الإنسان يعاني أحياناً من التدبر ما بين أنه يريد أن ينجز في كثرة القراءة ومن بين تدبر آيات يعني في صعوبة في التدبر بصراحة يعني كيف الإنسان يتدبر الآيات هذه ويكون لها حتى يوصلها لأولاد ويكون مدرك لها يعرف يعني كيف يوصل لها الأبناء وبالسلوب يعني يناسبهم النقطة الثانية في بعض الغروبات ترسل صورة صفحة من القرآن مثلاً أو صفحة من القرآن للقراءة اليومية هل في هذا شيء يعني من ناحية رعية هل هي تعتبر بإدعاء أو مناسبة مثلاً طيب الله الله يعني هو خارج نطاق الإنوان لكن دكتور حالد إذا فيه إمكانية للإجابة عن تساول الأول أقوله بشكل سريع سيد علي أولاً شكراً لك أولاً تدبر يعني ليس إن شاء الله هناك صعوبة إذا تخترت الآيات اللي تستطيع أن تتدبرها أو قبل مثلاً تأتي إلى أولادك وتقرأ فيها مثلاً أنا أرشح لكم يعني تفسير من كثير تفسير السعدي رحمهم الله ويعني فيهم سهولة وأيضاً هم يعني يبتعدان عن الأشياء اللغويات والبلاغيات والأشياء ويركزان على جوانب بتدبر أكثر هذا يعني بالنسبة للتدبر والأمر الثاني يعني هل إنسان يقرأ دائماً السؤال يأتي هل يقرأ أو يتدبر يقرأ ويتدبر ترى إحنا أو عندنا هذه مصيبة نستخدمها كثير في حياتنا لا أبداً يقرأ يخلي لختمة يقرأ يقرأ ويجعل لهم أيضاً ختمة للتدبر أو اختيار آيات يتدبرها هل يعني في شيء في الصبحة اليومية اللي ترسلها ما شفت أحد من العلماء نفسه مفتيان طبعاً لكن هي يعني منتشرة والله الحمد وهي تحفز الناس الحقيقة اسمح لي يعني الذين يتكاسلون عن قراءة القرآن الكريم إلا بتحفيز وترسل ويش القرآن أمامه يعني والله إنسان يخجل لجاه في نهاية الأسبوع تقرير أنك أنت قاعد مع جوالك سبع ساعات ست ساعات كم أعطيت هذا يعني نهاية الأسبوع يقول لك أنت يومياً كنت المتوسط سبع ساعات طيب كم أعطيت القرآن الكريم وحقيقة يعني الإنسان يقول يعني إلى هالدرجة القرآن الكريم صار نحتاج لنحن نحفز عشان يقرأ واحد سمعته يقول يا أخي أقرأ له آية في اليوم ليش يا أخي ليش آية ليش أرضى أني أنا أكون الذين يقول عنهم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة ليه القرآن الكريم مسعد إذا أردت السعادة كلها أقرأ القرآن الكريم وذلك يعني خلنا نرفع شوية من همة الناس يعني مو صحيح يعني مش دائماً قصتي ليس كل الناس ممكن يقرأ جزء أو جزئين على الأقل يعني يقرأ يعني أربع خمس نصف جزء حزب إذا كان ما يقرأ على الأقل يعني لكن عادي مرة اللي لا يدفع دفعاً فليقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وستاذ عبد الله طيب الساذ عبد الله تسمح لي بجيك الآن إن شاء الله الساذ علي شكراً جزيلاً لك على مداخلتك وأنتقل الآن إلى الشيخ عبد الله الإسمائي قبل انتقال إلى الشيخ عبد الله الأشخاص اللي يسألوني عن حملة منصة إحسان إذا دخلتم على التغريدة تلقوا فيه رابط أزرق اضغطوا عليه تنويه التبرعات أو المساهمات لا تقبل إلا من داخل المملكة العربية السعودية أي أحد من الخارج حتى هذه اللحظة المتاح الشيخ عبد الله سمعي دكتور خالد في شيء بخاطرك حاب تقوله مع ختاماً مع الأسد علي ولا أنتقل إلى الشيخ عبد الله لا تفضل أجبتو ضيف العزيز أجبتو سلمك الله نسمع الشيخ عبد الله الله يطيك العافية تفضلي أبو مؤيد الشيخ عبد الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على هذه الحلقة المؤيدة كما هي عادة آيات واخوة حسام شكر الدكتور خالد على الإثراء للمساحة والإخوة المشاركين وحقيقة أننا بحاجة لمثل هذه المساحات التي تزيد في إيماننا وتقربنا إلى ربنا وتجعل الإنسان قريباً دائماً من ربه متبعاً لكتاب ربه ومتبعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا سوف أعرج على موضوع فسيط وهذا مهم جداً أننا كيف نربي أبناءنا وأولادنا على القرآن لا شك أن أبناءنا لا بد أن ينهجوا منهج القرآن في أخلاقهم في تصرفاتهم في أعمالهم اليومية ولذلك تجد أن القرآن كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض ابنك إذا كان يحمل في صدره آيات من القرآن لا بد أن يعظم القرآن في نفسه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظيم القرآن في النفوس هي أن الشاب الصغير يعمل حسام المايك يرجع علي حسام 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 المايك يرجع علي أيوة من أسباب تعظيم القرآن الكريم في نفوس أبنائنا أن نربي أبنائنا أن يتخلقوا بأخلاق القرآن فنجد أن الله عز وجل وصف لنا حتى المشي على الأقدام فعندما يأتي ابنك فتقود له اسمع قول الله عز وجل والذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام مشيه حركاته سكناته ولذلك تجد أن الإبن الذي في قلبه القرآن ويحمل القرآن يجب أن يكون دائما وأبدا لا يعمل الأعمال الخطأ ولا الأفعال المخالفة للنصوص الشريعة فتجد أنه مؤدبا في مشيه وإذا دخل مجلسا سلم كما قال الله عز وجل تحيتهم فيها سلام وعندما يسلم فيسلم ويأخذ الأجر ثلاثون حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجد أن شابا صغيرا ولكنه ينهج منهج القرآن وسبيل المؤمنين وطريق الصالحين ففي طريقه وفي مشيه وفي جلوسه في المجلس هو يمثل أهل القرآن وخاصة القرآن فلا ينبغي للشاب الصغير ولو كيحمل في صدره القرآن أن يكون شابا ذو عبث أو ذو صبوة ولذلك تجد أن كثيرا من الشباب الذين يحفظون القرآن يتخلقون بأخلاق القرآن فحري بنا أن نجعل في أبنائنا أنهم الذي في صدورهم فلا يتكلمون إلا حسنى ولا يمشون إلا بسكينة ووقار ولا يتكلمون كلاما بذيئا لأن القرآن يهذب اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإذا فعلوا وإذا قالوا وقولوا للناس حسنى قادوا الكلام الجميل الكلام العذب فعندما نربي أبنائنا على سلوكياتهم وعلى أخلاقهم وعلى تصرفاتهم نجد أن هناك أبناء صالحون قرآن يمشي على الأرض بتصرفاتهم بأعمالهم بأخلاقهم وإذا رأوا أحدا أحسنوا إليه لأن الله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأيضا إذا وجدوا أحدا محتاجا وقفوا بجانبه وأما السائل فلا تنهر فتجد أن هذا الشاب مع صغر سنة إلا أنه يعمل أعمال الكبار ويتصرف تصرفات الرجال من الذي علمه من الذي هذبه من الذي جعل أخلاقه رائعة وأصحاب قيم فاضلة وأصحاب تصرفات جميلة إنه القرآن القرآن يهذب النفوس ويرقق القلوب ويجعل الإنسان قريب من ربه قريب من خلقه فيحب الله هذا العبد فينشر الله عز وجل محبته بين خلقه إذن لا بد أن نقول لأبنائنا أن القرآن هو الذي يجعلكم أفضل الناس خلقا وعلما وقيما وتوفيقا إذن أحبتي نحن بحاجة إلى أن نجعل أبنائنا مثالا يحتذا به مشاركتي لا أحب رطالة عليكم وفيه من هو قد يكون أفضل مني علما وقدرا ولكن حبوا المشاركة في مثل هذا المجلس القيم الطيب شكرا لكم وفقكم الله وسدد الله خطاكم شكرا جزيلا شيخ عبدالله العزيز الغالي أسأل الله لك توفيق وسداد وتشرفنا بك وبالجميع حقيقة دكتور خالد ضيف العزيز فيه أي نقطة حاب تؤكد عليها أو تشارك فيها مع الشيخ عبدالله لا نزيد ما شاء الله ما شاء الله يا ربي يهبنا أن نعمل أيضا بما نسمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ودائما الإنسان المؤمن ينتقي أجمل ما يسمع وأنا دائما أقول لأحبتي الذين يحضرون هذه اللقاءات والمحاضرات لمن يقدمها الله يقول عز وجل علم بالقلم وإذا كنا الآن في كنف التربية بالقرآن فجميل أن الإنسان في نهاية هذا اللقاء قد اقتطف مجموعة من النقاط وأخذ على نفسه أن يطبقها من كلام يعني أصحاب الفضيل المشايخ اللي تحدثوا به قبل قليل وما سمع وما سيسمع إن شاء الله هذا هو التحرك الحقيقي أمام كلام الله عز وجل فالقرآن نزل هداية للناس ومنهج حياة ودستور شكرا دكتور خالد شيخ عبدالله أعطيكم ألف عافية وأيضا معلش أنا آسف ممتل من القلب لكل من تفاعل مع منصة إحسان فوق أنا تفاجأت صراحة في العداد في الحملة فشكرا وعلى الريتويت أيضا شكرا للأشخاص اللي ما كانوا مقدر على التبرأ شيخ عبدالله نورت مساحتنا سمو الأمير الدكتور خالد نورت مساحتك وبيتك في ديوانية آيات من خلال وقف آيات حياك الله دكتور خالد سمو الأمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامكم وأخص الأخوان سمو الأمير الأخ القدوة أبو محمد سمو الأمير سعود بن خالد الكبير الله يبارك فيكم جميعا أنا بس عندي مداخلة بسيطة جدا ولكن يعني ما سمعته من الأفضلاء مما سبقني الحقيقة شيء يشرح الصدر ولا عندي زيادة عن ذلك ولكن ألي تجل يعني حقيقة كانت مع بناته توأم تجربة حقيقة أعطيكم يعني مختصر ما يعني حصل فيه الله الحمد الشكر أنا درستهم من بداية الابتداء إلى أن تخرج من الثنوي في مدارس تحفظ القراء طبعا برغبتهم اللهم لك الحمد الشكر ومع طبعا مع مرور الوقت نسوا كثير مما حافظوه ولكن سبحان الله العظيم مع ذلك بقي أثر ذلك في نفسهم وانعكس ذلك الله الحمد على تصرفاتهم في علاقاتهم معي مع والدتهم وحتى مع إخوانهم ولا وجدت صعوبة ولله الحمد في تربيتهم أنا أتكلى عن بناتي الثيت أنت توأم بل أكثر من ذلك كان ولله الحمد والشكر أكثر بالرنبي وبوالدتهم اللهم كالحمد والشكر ولو استقبلت من أمري ما استدبرت أو عدبي الزمن وراء لفعلت الشيء نفسه مع الأولاد لا لقصور فيهم لا والله ولكن بالفعل تربية القرآن غير والله والحمد والشكر حتى وحدة منهم اللهم كالحمد بعد ما تزوجت الحمد لله رب العين والشكر الله كان يقول لي زوجها يقول لي والله والحمد يا عمي خالد أنك أحسن ما سويت أنك درست بناتك في تحبيض القرآن الكريم وحتى ذلك والله والحمد انعكس في علاقة بنت اللي تزوجت مع زوجها والله الحمد والشكر ولذلك ما يحتاج تربية القرآن غير غير ونحن والله الحمد خاصة الأمور هنا تسهلت لنا كثير جدا في مدارس تحبيض القرآن منتشرة في كل مكان اللهم لك الحمد والشكر وقد لنجد ذلك في دول أخرى هذه رسالتي لكل ولي أمر أن يحرص كل أحرص على تربية أولاده بالقرآن الكريم وسير ذلك مشاءة الله تعالى أثر ذلك في حاضرهم ومشتقبهم مشاءة الله تعالى أنا ما عندي أكثر من ذلك ولكن تجربة الحقيقة أنا أحدث فيها كثير من إخواني ومن أعمامي ومن أقالبي ومن جولسائي ودائما اعتز بتجربتي هذه وأنا أجد الحقيقة أن من أفضل ما كنت بأنا ووالدتم في حياتي أني درسوا من الله الحمد في مدارس تحبيض القرآن شكرا على أنصات ومستماعكم وأنا سعيد جدا بوجودي في هذه المساحة المتميزة بتميز المضيف والشريك والموجودين بهم جميعا والموجودين فيها جميعا السلام عليكم وعليكم السلام سمو الأمير نورتنا وإذا تسمح نعطي فرصة للدكتور خالد إذا داخل معك إذا في عنده تعقيب تفضل دكتور خالد أنا سعيد جدا أنا تعقيب الدكتور سمو الأمير الدكتور خالد كل يوم عبر حسابه الرائع جدا والمتألق ولسنوات وأنا حيث أتابع سمو الأمير وأستمتع بهذه التغريدات وأستفيد منها واليوم حقيقة أنا سعيد جدا بعرضه سمو الأمير عن تجربته ويشير إلى هذا الأثر العميق لمن دار السحفي القرآن الكريم وبكل شفافية حينما قال وهذا حصل كثير لكثير بناتنا وأولاد لدخلوا من دار السحفي القرآن الكريم بعضهم ما راجعوا واحتفظ بالقرآن كاملا لكن ترك القرآن أثرا جميلا في أخلاقه وفي سلوكه وفي حياته وفي تعاملاته ولما تزوجوا سواء أبناء أو بنات رأى الآخرون منهم هذا السلوك الحسن حينما انغرست هذه النبتات الجميلة الطيبة والآيات العظيمة في حياتهم فشكرا لك سمو الأمير على عرض هذه التجربة واسمح لي أيضا أن أعرضها أنا من خلال محاضراتي التربوية حتى تصل إلى الناس إن شاء الله أيضا يصل إلى الناس أثرها إزاك الله كل خير شكرا جزيلا دكتور خالد وسمو الأمير الدكتور خالد أنا إذا تسمحني أنا تشرفت بوجودك شخصيا وبإسم زملائي في آيات قدم لك دعوة أن نستضيفك في يوم في عنوان خاص تحب تتكلم فيه نفيد فيه المجتمع وأبنائنا وشبابنا شباب المستقبل فأكون لك شاكر ومقدر إذا قبلت هذه الدعوة مشاء الله تعالى من دواعي شرمي ذلك ونخوك الله يعفضك إن شاء الله نتواصل معك على الخاص ونتشرف تكون موجود معنا الله يشرفنا ويكون جميعا بضاعته مرضاته رب العالم مشاء الله تعالى والأخوة شكرا جزيلا وعليكم السلام فضيلة الشيخ الدكتور ناصر قطامي أيضا موجود معنا في المساحة يعني اليوم مساحتنا ما شاء الله جميلة سمو الأمير الدكتور خالد ضيفنا العزيز الغالي الرئيسي في هذه المساحة الدكتور خالد واجدك لك المايك شيخ ناصر حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نورتكم الله يسحب وسائكم جميعا وبركاته وتقبل الله طاعتكم مرحبا دكتور خالد مرحبا بك يا أهلا وسهلا وحياك الله شرفتنا واسعدتنا بهذه المداخلة وهذا الطرح الممتع والمفيد الذي لا يستغرب عليك الله يمالك لكم والله أنا يعني سعيد جدا بحضوري معكم الله يرفع قدرك الأمير الدكتور خالد والأمير الشيخ سعود بن خالد الكبير والأخوان جميعا أسعد الله مساءكم وتقبل الله مننا ومنكم وأيات الحقيقة تفخر باستمرار مشاريعها القرآنية التي في أساسها تعنى بتمكين قراء القرآن الكريم وما يتصل بذلك وهذه الديوانية أحد المشاريع الحمد لله التي استمرت أكثر من سنوات من خمس وتحولت اليوم عن بعد عبر المساحات الصوتية رغبة في توسيع الأثر ويعني أيضا توسيع الانتشار وهي اليوم تدخل عامها الخامس بحضر الله منذ انطلاقها فالله الحمد من قبل وفي عجالة سريعة لأن الجميع متسوق أيضا لحديث الدكتور خالد وبقية الأخوة والأخوات أقول أن من أعظم ما يعين على تربية الأبناء على القرآن الحقيقة تربية بالقدوة أن يتبثل الوالدان أو أحدهما هذه المعاني وأن يسأل الله جل وعلا قبل ذلك أن يعينها أن يعينه عليها ثم يحرص على الدعاء والمواصلة الدعاء وأعرف من بعض الأقارب وبعض الإخوة والزملاء من كان أبنائه ليسوا على طريق الهداية والاستقامة بل كان بعضهم على انحراف يقول والله لم يعني أستخدم سوى هذين المفتاحين المفتاح الأول استدامة الدعاء التضرع الدعاء في وقات الإجابة في قيام الليل ولا أغفل عن الدعاء لأبنائي بالصلاح والإصلاح ثانيا بالقدوة يقول يروني دائما أحرص أن أكون قبلهم في المسجد لا أكثر القول وإنما أكثر الفعل دائما أمامهم قبلهم في المسجد في عمل الخير في قراءة القرآن طلعوا نزهة برية ولا سياحة مصحفي معي لي وقت معي لا أتجاوز قبل الفجر مستيقظ آخر ساعة من الجمعة يقول حتى لو نحن على البحر ولا في نزهة ولا في طلعة برية اختليت قبل ذا بنصف ساعة ربع ساعة أنا وأمهم وبدأنا ندعو الله جل وعلا وإحنا معهم وما فرطنا في هذا بالعكس بالعكس إنما توازنوا ويقول والله وجدت البركة والتيسير وصلاح الأبناء فالابن مهما يعني قال أحد والديه قولا فإنه ليس كالفعل الذي يتأثر به وينمو مع الوقت ولا تستعجل الثمرة فإن الابن أحيانا أو الابنة قد يتأخر يعني بدو صلاحه وظهوره على محياه لكن هذه المعاني هذا ما أقصده هذه المعاني تغرس في الأبناء ولذلك قال الله جل وعلا عن ذلك العبد الصالح قال وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأثر الأباء أو أثر صلاح الأباء يمتد إلى الأبناء والأحفاد بل إلى الذرية وإذا سألت الله الدعاء يعني الدعاء بصلاح أبنائك فلا تنس دريتك فإنه من منهج الأنبياء قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما وللمؤمنة والمؤمنات فالدعاء بصلاح ذرية والأبناء أيضا هو منهج الأنبياء ومنهج القرآن قبل ذلك ولابد أن يصل أثره وبره إلى العبد قبل ذلك ثم يسري بإذن الله جل وعلا إلى ذريته وأبنائه أسأل الله أن يصلح أبنائنا وذرياتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا ومرة أخرى الشكر لله الواحد والأحد على تيسير هذا اللقاء وهذه الوجوه الطيبة وهذه الكلمات الرائعة من أخينا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود الحليبي وكل من تفضل بالمداخلة والإفادة والله أسأل للجميع التوفيق والسداد ونلتقي إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شكراً لكم ولكم الله كل خير يا رب شكراً جزيلاً فضيلة الشيخ ناصر يعطيك الفعافية على هذه المداخلة الطيبة وتواجدك معنا اليوم وأيضاً أكرر شكراً لسمو الأمير الدكتور خالد وسمو الأمير سعود اللي سابقوا استضفناها أكثر من مرة وكانت مساحات جميلة واليوم دكتور خالد دكتور خالد طبعاً مضى على المساحة الوقت انتهى من ربع ساعة وفي عندي طلباتك استهل في مجال إذا وقتك يسمح مدة عشر دقائق كحد أقصى نأخذ المتبقي من المداخلات إذا تسمح لي إذا وقتك يسمح طبعاً الله يسلمك فضل الله يسلمك وعليكم السلام مرسل حياك الله تسمعني الله يحفظ شكراً شيخ عبدالله تسمعني يا مرسل لينا عم طال عمرك في نصف دقيقة الله يحفظك عطنا سؤالك أو طرحك في نصف دقيقة للوقت عشان داهمنا الوقت الله يحفظك تفضل مرسل أمسي عليك بالخير وعلى أصحاب السمو اللي معاك وتشرف المساحة معكم وغراية القرآن هل هي أفضل أني أقراه من المصحف ولا من التلوين طيب خارج نطاق مساحتنا أو أنواع المساحة لكن أبشر الدكتور خالد إذا فيه مجال للإجابة عن تساؤل أخي المرسل تفضل العلماء يعني يقولون القراءة في القرآن الكريم بالنظر لشك أنها أكثر أجراً إلا في الفريضة فإنهم يرون عدم القراءة في المصحف وأنا لست مفتي المرة ثانية بس حتى لنرد السائل جميل شكراً مرسل يا لتساؤلات ومداخلات نتكون حول المحاور اللي تفضل بها الدكتور خالد في نصف دقيقة زكريا تفضل الله يحفظك زكريا طيب أستاذ فاطم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام في نصف دقيقة حبيبي حاول حاول عنوان المساحة الله يحفظك زكريا تفضل حياكم الله جميعاً أولاً نقول وبارك الله فيكم على هذه المساحة الرائعة وطبعاً من أفضل المساحات ونتمنى أن تتوسع أكثر وفيها فضل كبير وهي من أفضل المساحة على تويتر وبرك الله فيكم ونتشرف أن نجتمع معكم بعض المساحة الرائعة وشكراً لكم وقزاكم الله خيراً شكراً جزيلاً أخي زكرياً وكلماتك شهادة نعتز فيها ممتعاً لك الله يحفظك أستاذ فاطمة سؤالك حول محور المساحة وعنوان المساحة الله يحفظك أستاذ فاطمة الله يحفظك دكتور خالد طبعاً نصر إجابة لدكتور خالد والنصر الشيخنا فاضل بناصر الله يزعى الجنة بالنسبة للقرآن كيف أخلي الطفلي يتدبر القرآن أنا أقرأ أغرس التدبر في الطفل أبي طفلي لما يكبر يتذكر تلك الآيات اللي أنا أقول له هل يتعارض وجود الطفل مع الأجهزة الآن يعني خاصة بعض النساء يعني نقلناهم يقولون إحنا ما نستطيع نمنع أطفالنا من الأجهزة هي اللي تلزكم الجنة تشنفونا ذاننا بالطريقة أستاذ دكتور خالد ودكتور ناصر أنا سأقول يعني سطراً واحدة وأترك المجال وإمام في هذا المجال فأقول يعني الطريقة الأفضل يعني لأدرب ولدي على أن يتدبر القرآن أنا أسألها يعني إيش معنى وضحها فخلي يمكن يعطيني نجابة صحيحة ما أعلم ما عرف فأنا أجيبه وهذه طريقة نبوية طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر كبار ما شجرة هي أقرب ما تكون للمؤمن إلى آخر هذه الحديث اللي فيها سؤال ثم إذا أجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقرهم على إجابتهم وإذا لم يجيوا أجابهم بالجواب الصحيح وهذه طريقة جميلة لتربية تدريب أو تدريب الأطفال وأيضا حتى يعني الشباب اللي في السن المراهضة أو غير على قضية تدبر القرآن الكريم فضل الشيخنا شيخ ناصر الشيخ ناصر وقتك يسمح للمشاركة حاول تقسع الأختنا فاطمة طيب ممكن يكون الشيخ ناصر معاه اتصال فأتذر منك الشيخ أستاذة فاطمة الله يحفظك نيابة عن الشيخ ناصر دكتور خالد حاب تختم في شيء نهاي أنه الشيخ ناصر أعتقد أن شغل باتصال طيب لا أبد أنا ذكرت للسيدة وإن شاء الله أنا أيضا دم حريصة على أولادها فأنا أتمنى أن تعطينا تجربة إن شاء الله بعد فترة في مساحة المساحات إذا نفذت هذه الطريقة ما الذي يحدث أنا أقول لك ما الذي يحدث خلوني أقول لكم تجربة لها علاقة بأمر آخر القرآن الكريم يعني سلكت هذا المسلك مع أحد بناتي وهي يعني الآن في أولى المتوسطة هذه البنت تعلمتها التجويد طريق التطبيق حتى أتقنته والله الحم ثم بدأت معها في النحو العربي يعني نقرأ من الفاتحة وثم دخلنا في سورة البقرة نعلم كل الآيات آية آية في البداية كان في شيء من الصعوبة بعد فترة صار متعة إلى درجة يلا خلنا نبدأ وين الدرس اليوم الكوميا آية آية ثلاثة آية يعني في الجانب التدبر ابدأ يعني خلنا نقول نأخذ سورة مثل سورة يوصف الله جل قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين معنى ذلك أن هذه الآيات وهذه السورة مليئة بمجال التدبر الأسري في نطاق الأسرة فجميل لو نأخذها آية الآية ونبدأ نسأل الأولاد وإذا ما جاوبه وإحنا عطيناهم الإجابات واتفقى إن شاء الله سينجح هذا المشروع المنزلي الجميل جميل جدا شكرا جزيلا دكتور خالد على هذا التوضيح أيضا Let's learn English حول ما تفضل به اليوم دكتور خالد في أقل من نصف دقيقة الوقت بدأ إداهم نتفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزاكم الله خير وبركات الله فيكم سؤالي إذا كان لدي ابن أو ابن حافظ للقرآن كيف أجعله يتعاهد القرآن ولا ينسى هل الثواب المادي ينفع أو طبعا بالإضافة إلى النصف والتوجيه جزاكم الله خير شكرا جزيلا دكتور خالد يعني والله الشيخ ناصر إذا كان حضر سيجيبه أحسن مني وإذا كان مشغولا أنا أجيبه والله والله نستفيد من بعض كلنا ننضيفه لبعض أعتقد الشيخ ناصر حاليا على ما أعتقد معه اتصال طيب عموما يقول أهل القرآن الكريم يقول أهل القرآن الكريم ليس هناك شيء يقر به القرآن مثل التكرار ويقولون أيضا ما شيء يقر به القرآن بالتكرار مثل قراءته في الليل يعني أن يقوم به الليل يقرأ شيء ثم لو عوذنا للولد أن يقرأ بدأما يقرأ فقط صور محدودة حتى في السنن في الفرائض أن يقرأ مما يحفظ أو ما وصل إليه بمراجعة والتسميع له أولا بأول وعدم الضغط عليه ولكن لا نعطي إجازة عن القرآن الكريم كما ذكرنا في أثناء المحاضرة هذا كله إن شاء الله سيكون دافعا هل نعطي أولادنا يعني جوائز مادية على القرآن الكريم لا وألف لا أي تحفيز خارجي نجعله قبل الحفظ سنفسد علي نية في الحفظ القرآن الكريم واحد يقول طيب بس نشجعه بعدين لا أبدا أنت تحفظ القرآن الكريم لأن كل آية تقرأها ستأخذ عليها منزلة في الجنة حتى قالت عائش رضي الله تعالى أن عدد بنازل الجنة بعدد آية القرآن الكريم هذا أعظم لك وأفضل لك أنا ما أدرس أعطيك يوم القيامة تأخذ حل الكرامة تاج الوقار هذا اللي ستحصل عليها طيب حفظوا ردي أسوي لحفلة أذبح له وهذا ضع له فعله السلف يعني كانوا إذا أنجز الغلام ولقن أو حفظ أو يعملون لها حفل ويدعون الناس وينهبون عليه الجوز يعني يكبون عليها المكسرات يفعلون ترى هذا وهذا شيء جميل بس ما أوعده به يعني ما أجعله دافع له الدافع الحقيقي دافع إيماني لكن بعدين نوع من يعني الاحتفاء بهذا المنجز الجميل والرائع لبأس به وهو شيء جميل وأوسعد لي من يقوم به من يقام له جميل جدا شكرا جزيلا دكتور خالد أعطيك عافية شكرا لك دكتور أحمد هذاك مباشرة لأستاذ أسماء إلا مداخلتنا تكون في نصف دقيقة تفضل دكتور السلام عليكم جزاكم الله خير على المساحة الجميلة هذه أقل من نصف دقيقة إن شاء الله حبيث بس أني أنقو رسالة أنه الطفل في عمر أقل من خمس سنوات أو في الفترة ما بين سنة إلى خمس سنوات هي الفترة التي يتكون فيها شخصيته وتتكون فيها أغلب الحصيلة اللغوية فالتعليم في هذه المرحلة حقيقة مرة مهم وجوهري الشيء الآخر حينا نحفظ الطفل القرآن والمعاني لكن نفهمه وتدبره طبعا يحتاج سن أعلى بعد تسع سنوات يستطيع الطفل أنه يستنبط ويستطيع أنه يتدبر لكن الحفظ والمعاني قبلها بسهولة ويحفظها مسألة المكافأة طبعا المكافأة لا يضرور تكون مادية المكافأة زي ما قال الشيخ أحيانا بالطلعات أحيانا بالتسجيل أحيانا وما تكون منتظمة تكون ما بين وقت وآخر وتكون مع الناسبات زي إتمام شيء معين ما أغطل عليكم أكثر من كذا وإلا الله خير شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذا التنويه وإن شاء الله في المساحة القادمة يكون في مساحة أكبر للتحدث دكتور خالد في تعقيب قبل أن تقل أحيانا أبدأ مع الأخ في كل ما قال حسنت شكرا جزيلا دكتور خالد دكتور أحمد أستاذ أسماء في نصف دقيق الله يحفظك مداخلتك حول عنوار مساحاتنا يعطيكم العافية جميعا وعساكم على القوة اللهم لك الحمد والمنى بفضل مساحات القرآن تفسير القرآن الأمس أسلمت واحدة من أتوقع لبريطانيا وأنا حاطت لها تغريدة كانت تتحسبنا تقريبا تقول أنا أحسنا صوت كأن صوت الأم وأنا فعلا ترى أم في المساحات فسبحان الله تابعتني وأنا ما عندي إنجليزية نهائيا ولا قوة اللهم يعني لك الحمد أسلمت دعو لها بالثبات الله يرحمه وديكم إن شاء الله هذا واحد شيء ثاني سبحان الله الأطفال اللي عندهم تأتى أو اللي اللي جدت مثلا صدمة بالتجويد بصوت عالي لأن لا إله إلا الله التجويد ترى يسيعمل هزهزة بالأعصاب فلا قوة الله بالله كيف صار عندنا الآن انطلاقة بالكلام كذلك ترى العلاج بالقرآن حتى الأطفال لما كنا نتدرب في مستشفى التخصصي لا إله إلا الله كيف سبحان الله إنه أصلا بيكون برد وسلام حتى على الخلية فالله رحمه لديكم إذاكم الله ألف خير مرة شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ أسماء دكتور خالد في أي تداخل أسلم القرآن بكله بركة بسبب الاستماع إلى القرآن الكريم من أناس لا يعرفون معانيه يعني ليسوا من لغة لا ينطقون العربية أسلم بعضهم القرآن لا يعني كلام الله سبحانه وتعالى وكفى ولذلك أثاره عظيمة ولذلك يجب أن نتمسك به أسلوب من أساليب الدعوة أسلوب من أساليب التربية أسلوب دستور حياة فبه نجاتنا وبه عزنا في الدنيا وبه نجاتنا في الآخرة نسأل الله جلنا جعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن وخاصته أخي الكريم أود أن أشير إلى سؤال الذي ورد هل القراءة في المصحف أفضل أو في يعني الإمام النوي رحمه الله يقول في كتاب أهل أذكار يقول قراءة القرآن في المصحف أفضل من حفظه هكذا قال أصحابنا يعني قصد أفضل من قراءته حفظا قال أصحابنا أصحابنا الشافعية وهو مشهور عند السلف وهذا ليس على إطلاقه بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف فالقراءة من حفظه أفضل وإن استوياء فمن المصحف أفضل وهذا مراد السلف انتهى كلامه وجدت فيه تفصيلا جميلا فأحببت أني وضاف إلى ما قلته سابقا شكرا جزيلا دكتور خارد على هذا التوضيح طيب أولا شكرا لكم جميعا اليوم كان في ختام المساحة في ضغط شوي على كل المتحدثين أنا أعتدر منكم لأن في الأصل المفروض المساحة تنتهي الساعة التاسعة ومددناها نصف ساعة فشكرا لإدارة آيات على تحت الفرصة وشكرا للدكتور خارد على قبول التمديد أنا ممتن لك دكتور خارد أعتذر أكثر من عشرين طلب مايك البروفوسور علي شكرا أنا أعتذر منك الأسادة منيرة الياسمين أم ألس ابتسام سياحة في سيرة لنكة أبو ساعد يوسف سامي يزيد الحربي ساعد الشداد يحصى أبو يعقوب محبة للعلم والتعليم بندر الحارثي كتابية رحابة الجنة الأشخاص اللي أول مرة يشرفون في مساحة آيات تابعوا المضيف آيات هي وقف عمرها أكثر من 14 سنة في تمكين القرآن الكريم وقف يستحق الدعم وأعدكم وأنا واثق من هذا الوعد أن المحتوى المقدم من خلال حساب آيات في تويتر شيء جميل وراقي وطبعا هي وقف مرخصة من قبل هيئة الأوقاف برقم 2978 متابعتكم لهذا الحساب وتفعيل الجرس شيء يسعدنا تعمل القرآن وعلوم القرآن إن شاء الله كل يوم في الشهر عندنا كل يوم الأسبوع القادم ما في مساحة الأثنين اللي بعدها إن شاء الله في مساحة يعني مرتين في الأسبوع ياليت ترسلوا لي على الخاص أو ترسلوا على حساب آيات في الخاص متحدثين ودكم ولكم رغبة أننا نستضيفهم مهتمين في علوم القرآن وتشعروا أنه ممكن يقدموا لنا معرفة وعلم ونتشارك في نشر هذه المعرفة من خلال استضافتنا لهم وتواجدكم معنا وأيضا شكرا من القلب لكل من تفاعل مع حملة وكفتنا غير الخاصة بمنصة إحسان ومنصة إحسان هي منصة غنية عن التعريف ممتن لهذا التفاعل الرائع والراقي حتى لما تبرع سوري تويت لهذه التغريدة أنت شريك معنا في الخير والعمل الخيري قبل لا أختم مع الدكتور خالد ضيفي إذا الشيخ عبد الله بخاطره شي يقوله قبل لا أختم مع ضيفنا وأيضا الشيخ ناصر الشيخ عبد الله أبدأ معك إذا في شيء حاب تقوله تفضل شيخ عبد الله تسمعني شيخ عبد الله تسمعني يا حبيبي دكتور خالد كان صوتي واضح أنا خاف صوتي ما كان واضح لكم بس صوتي واضح أنا سنة ممكن يكون الشيخ عبد الله مشغول فضيلة الشيخ دكتور ناصر في شيء حاب تقوله في ختام المساحة الله يحفظك جميل جدا ضيفنا العزيز دكتور خالد باسمي وباسم آيات ممتن لك من القلب وأيضا أنقل مشاعر الشكر من قبل المستمعين ومستمعات الكرام وودي أسمع منك ختامي يا الله يحفظك بك الخالد تفضل أنا والله أشكركم من القلب على هذا الاجتماع الذي أسأل الله عز وجل أن تكون ملائكة الله شهدته فهذا كلام الله سبحانه وتعالى بالفعل سمعنا من الزملاء ومن الإخوة ومن أحباء الذين داخلوا ما يزيد إيماننا ويجعلنا نتمسك بكتابنا أكثر وأيضا أن نراجع أنفسنا وهذا هو حقيقة حصيلة مثل هذه الجلسات التي فيها يعني خنقل تدبر في حالنا قبل أن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وعلاقتنا به لذا كنا مقصرين نقبل على كتاب الله عز وجل لذا كنا مقصرين في تربية أولادنا عن القرآن فيجب أن نراجع أنفسنا نعم سنستفيد من مناهج متعددة لا تتعارض مع ديننا ولكن المنهج القويم والأساس والمرجع العظيم الذي يجب أن نعود إليه دائما وربي عليه أنفسنا وأولادنا هو كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وآله وسلم فشكر الله لكم شكر الله لمؤسسة آيات الوقفية هذه الجلسات الإيمانية شكرا لك أنت أيضا أستاذ حسام على الإدارة الرائعة والرائقة والجميلة جدا والممتعة وشكرا لأصحاب السمو الذين حضروا ولكل من حضر هذا اليوم أصحاب الفضيلة المشايخ أنا اللي ممتن لكم جميعا وأسأل الله أزول أن يتقبل هذا العمال ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويجعل له أثرا ممتدا دائما إنه سميع المجيء والدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا دكتور خالد يعطيك ألف عافية وكلماتك في حق شهادة اعتز فيها أسأل الله سبحانه وتعالى أنا أكون ندحو صدر لكم مستمعين ومستمعاتنا الكرام ممتلكم كلهم باسمه وصفته سمو الأمير سعود شكرا على تواجدك وسمو الأمير الدكتور خالد شكرا أيضا على تواجدك كل إنسان وديم نذكر أسمائكم ونقدركم ونشيركم أنتم مقدرين ومكانتكم في القلب وبالمناسبة من رمضان إلى يومكم في أسماء كثير رغم أنهم وصلنا اليوم إلى 1300 إلا أسماء كثير أنا أذكر تواجدها معنا من بداية انطلاق ديوانية آيات فممتلكم من القلب على دعمكم وتواجدكم وإن شاء الله دائما نكون يدا واحدة في نشر الخير والمعرفة دكتور خالد يقدم دائما تغريدات رائعة من خلال حسابه إن شاء الله من خلال متابعتكم على الخاص أنا أعتذر إذا ما طرحتها ولكن هذه مساحة مسجلة 70% من الأسئلة الموجودة على الخاص تم طرحها من قبل الدكتور خالد في أول نصف ساعة من هذه المساحة بعد إغلاقها مباشرة إذا زرتهم حساب آيات تلقوا نفس التغريدة اللي أعلننا عنها في هذه المساحة فقط مكتوب بدء الاستماع تشغيل التسجيل تلقوها مسجلة لمدة شهر كامل وبإذن الله سيتم نقلها في قناة آيات عبر اليوتيوب مبتلكم وأعتذر إذا حصل أي تكسير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأعتوب إليك مبتلك دكتور خالد أفن العزيز ولكافة المستمعين وضيوفنا والمستمعات الكرام نشوفكم على خير بإذن الرحمن الرحيم مرحبا حياكم الله جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر